اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وذلك تابعوا الفيديو الانهاية حتى تعرفون قصة هذا الانمي والفلسفة التي يقدمها وتتعرفون على سلبياته وإيجابياته وتقييم الشخص إليه مثل ما تعرفون الفيديو بحرق الأحداث وفقرة الحرقة عزائي لا تبدأ وتنتهي عند الدقائق الموجودة على الشاشة أمامكم وهس عزائي المتابعين دعونا نبدأ الفيديو اليوم ومراجعة أنمي دارلينغ انذا فرانكس أنمي دارلينغ انذا فرانكس هو أنمي من تصنيف ميكا خيال علمي صدر شتاء سنة 2018 وعد حلقاته 24 حلقة الانمي صدر عن رواية أصلية وهو من موسم واحد وقبل لا ندخل بتفاصيل الانمي هذا الانمي موجه للي عمره 17 سنة وفوق بسبب عمق القصة وفلسفته لذلك واجب التنبيه قصة الانمي مو سهلة وتنشرح بسهولة لذلك راح أشرحها بطريقتين الأولى بدون حرق والثانية راح تكون بفقرة حرق الأحداث لأن القصة كلش عميقة وكشف أي تفصيلة إلها ممكن يحرق الأحداث عليكم يمكن راح تستغربون من كمية الأحداث اللي راح اشرحها قبل فقرة الحرق لكن أعزاء المتابعين كل اللي راح تكلم عنه هسه صار بالحلقة الأولى فأحداث الانمي بعد سنوات من دمار الأرض بسبب مخلوقات غريبة اسمها الكيوريو هالشي خلى البشر يوصلون إلى حافة الانهيار والانقراض وحتى البشرية حافظون على ما تبقى منهم بنوا مستعمرات مضادة لهاي المخلوقات وبنوا آلات الميغا وهي آلات ضخمة قتالية لمحاربة هاي المخلوقات هاي الآلات القتالية ما تشتغل إلا بواسطة شخصين ولازم يكونون ولد وبنية وهنا نجي للفرقة 13 القتالية وهي مجموعة من الأطفال بعمر قريب للمراهقة مهمتهم قيادة هاي الآلات والقيادة أبد موسهلة تطلب توافق الشركين عقليا حتى يتم التشغيل بطل هذا الانمي واللي اسمه هيرو هو واحد من هذول الأطفال واللي فشل بتجربة التوافق ويا شريكته بقيادة هاي الآلات وبهالحالة راح تكون ما لأي فائدة ولازم يطلع من الفريق لكن يتغير كل شي لما Zero Two توصل للمستعمرة هاي المستعمرة نفسها اللي بيها هيرو وياها يجي عالم اسمه فيرنر فرانك هذا الاسم حفظه زيان راح نرجع لبعدين وZero Two هي وحدة من المقاتلات السيئات السمعة وللإشاعات عنها تقول أنه هي لقبها قاتلة الشريك وهذا بسبب أنه كل شخص يركب وياها 3 مرات بالميجة راح يموت يصر اللقاء بين Zero Two وهيرو بيوم احتفالية تخرج الفرقة رقم 13 الاحتفالية اللي يتنطي الصلاحية للفرقة بالقتال بالمعارك ويكون بها حضور لشخصيات يطلق عليهم اسم البابا وهمين حضور البالغين وهم تذكروا هالاسمين لان راح نرجع لهم في فقرة الحرق الحضور والتجمع والصخب يجذب أحد مخلوقات الكيوريو واللي يحاول مهاجمة المستعمرة لكن تتصدى إلى Zero Two ويصدف أنه هاي المرة هي المرة الثالثة للشريك اللي وياها لذلك وقبل قتل الكيوريو تنتهي حياة شريك Zero Two ومنها هيكون بديلة يا ترى البديل هو هيرو وفعلا يقدر يتوافق ويا Zero Two ويدمرون المخلوق ومنها تبدأ رحلة هيرو ويا الفرقة 13 ويا Zero Two بقتال الكوريو وباستكشاف ماضي البشرية ومستقبلها قصة الأنمي هاي راح تقدم عمق فلسفي عن البشرية عموما وعن الفرقة 13 وحياتهم ومروهم بفترة المراهقة وتأثيرها عليهم الرسوم وبناء العالم يبين فرق الطبيعة بين العالمين وهنا أقصد داخل المستعمرة الحيوي وخارج المستعمرة المدمر والشخصيات وهنا أقصد الفرقة 13 هم مجموعة من الأطفال المختلفين بالطباع وكأنه صانع الأنمي راد يجمع الطباع المختلفة كلها بفرقة وحدة حتى يبين وجهات النظر المختلفة بالظروف اللي يمرون بيها من غير الفرقة 13 أكو البالغين والبابا والبروفيسور فيرنر يلفهم الغموض واللي راح نستكشفه بفقرة الحرق اللي أنا متشوق أنه أصل لها حتى أخذ راحتي بالكامل وأطرب مسامعكم بعمق هذا الأنمي الأنمي كان متقسم على مجموعة مستويات كل مجموعة كانت تروح بالأنمي المستوى الثاني لكن حلقات الأنمي كلها متصلة ببعض يعني المسألة مو مسألة أركات وأنما تطور المستويات بنفس القصة الوحدة وما أقدر أقول كل المستويات هي توب لا وأنما تتفاوت جودتهم بين الشي المميز وبين العادي وأي شخص راح يبدأ يتابع هذا الأنمي راح يحس بالضياع بالبداية أحب أقول لي أصبر شوية وراح تحصل على نتيجة ترضيك نجي هنا لفقرة حرق الأحداث أعزاء المتابعين لذلك أحب أن أبهكم اللي ما تابع هذا الأنمي وما يريد الأحداث تنحرق عليه خلي يشوف الأنمي بالأول ويرجع يكمل المقطع أو ينتقل الدقيقة اللي ظهر أمامكم واللي شاف الأنمي فأرحب بي باستماع القصة الأنمي بالكامل ورأيه بسلبيات وإيجابيات الأنمي ويكتب لي بالتعليقات إذا كان يتفق أو يختلفوا إياه ونبدأ بفقرة حرق الأحداث بالكلام عن قصة الأنمي العميقة كل اللي حجيت لكم عن قصة الأنمي ببداية المقطع حطوه على صفحة لأن القصة راح تختلف كليا وما تبين تفاصيلها إلا من بعد الحلقة رقم 11 القصة ما منشت بطريقة خطية وأن ما بيها قفزات بين ماضي وحاضر لذلك راح أقدمها لكم بطريقة منظمة حتى توصل لكم أبعادها القصة عن ملحمة بدت من 60 مليون سنة كان يكون مجتمعات متطورة تعيش على الأرض قبل البشر ذول المجتمعات اسمهم الكيوريو هاي المجتمعات تعرضوا الغزو من فضائيين اسمهم الفيرم الفيرم كائنات بدون أجساد مجرد تكتل من العقل الواعي طلبوا الفيرم من الكيوريو أنه ينضمون إلهم وشرط الانضمام أنه يتخلصون من أجسادهم والكيوريو رفضوا الطلب فصارت الحرب الملحمية واللي استمرت لقرون خلالها الكيوريو انقسموا إلى قسمين القسم الأول هم الكيوريو العقلاء واللي بقى عندهم الوعي الكامل والإدراك وبقوا على نفس هيئتهم الطبيعية والقسم الثاني طوروا نفسهم وتحولوا إلى أسلحة فقدوا وعيهم بالكامل وتتم قيادتهم بواسطة الكيوريو العقلاء وتحديدا لازم اثنين من الكيوريو وكانت نتيجة هذا التحول وهاي الحرب هو انتصار الكيوريو على الفيرم لكن على حساب دمار الكرة الأرضية وخسارتهم القدرتهم على التكاثر واكتشفوا أنه الفيرم واللي تم إبادتهم هم مجرد مجموعة صغيرة منهم والباقي من الفيرم دا يتطورون أكثر وأكثر من استنزاف باقي الكواكب وحتى الكيوريو ينتظرون الفيرم بهجمتهم الجديدة اتوجهوا الباطن الأرض واستقروا بيها الأقوياء منهم استمروا بتطوير نفسهم إلى أسلحة أكثر قوة والضعفاء تحولوا إلى طاقة للكوكب هاي الطاقة اللي اسمها طاقة الحمم وآخر تطور وصل إلى الكيوريو هي أضخم سلاح موجود على الكرة الأرضية واللي اسمه كيان النجم واللي ما حد يقدر يقوده غير اثنين من الكيوريو العقلاء واللي بقى منهم فقط كائن واحد وهي أميرة الكيوريو لهنا وقفت الأحداث بالنسبة للكيوريو ومر زمن طويل كلش 60 مليون سنة اختفى كل أثر للحضارة السابقة واندثرت بالكامل وصلنا للزمن الحديث وتحديدا سنة 2025 ميلادية للعالم فيرنر فرانك وهو بعده بشبابه لكن المجتمع يكرهه بسبب التجارب الغير شرعية خصوصا تجارب استنساخ البشر لكن هو وشخصية ثانية واسمها كارينا واللي اشتهرت بدواء خاص يجدد البشر تم تقديم دعوة لهم بعرض مغري بمبلغ كل جذخم حتى يشتغلون على مشروع تحت إدارة منظمة اسمها وهنا نجي لهذه المنظمة واللي هي متكونة من مجموعة من العلماء اللي ما معروف لا جنسيتهم ولا أصلهم وجميع أعضاهم يلبسون أقنعة والسبب لأن منهم أشخاص غير بشريين وأنما هم من الفيرم واللي رجعوا من بعد سنوات طويلة بهيئات شبه بشرية هدفهم الخفي هو تدمير كيوريو مغلفين هذا الهدف بتقديم تكنولوجيا جديدة للبشر وهي استخراج طاقة الحمم من الأرض والتنقيب عنها بتكلفة كلش بسيطة وبنتائج مذهلة طاقة الحمم واللي هي الكيوريو الضعيف استخرج البشر وهم ما يعرفون أي شي عنه هاي الطاقة خلت البشرية تتطور بسرعة ووصلوا إلى مستويات حضارية متقدمة وبنفس الوقت منظمة أيب صاروا الرقم واحد بالعالم وصاروا منفوذ دولي واقتصادي عميق وهنا نرجع للدعوة ومشروع العمل اللي يتقدم للعالم فيرنر ومشروع العمل هذا هو رغبة أيب أنه يخلون العالم فيرنر يتوصل إلى طريقة يستغل بها الطاقة طاقة الحمم بتجديد جسم الإنسان البشري ويخلونها الطاقة تحارب الشيخوخة كان في وقتها الشي يعتبر مستحيل لكن بعد خمس سنوات من الأبحاث نجح فيرنر باستغلال طاقة الحمم وخلى جسم الإنسان ما يكبر أبد وما يموت لكن رغم هذا الإنجاز العلمي الهائل فيرنر كان موسعيد وكان يتوقع أنه البشرية احتمال يتنازلون عن وظيفة التكاثر بمقابل الخلود وهذا الشي صار فعلا واللي استفادوا من طاقة الحمم هم الأغنياء أما الفقراء فظلوا يتكاثرون بصورة طبيعية وهذا وسع الفجوة بين طبقات البشر وصار انفجار سكاني فضيع لأن دورة حالة البشر صار ماء له نهاية وحتى الحكومة تسيطر على هذا الانفجار السكاني حتى وضرائب كلش عالية على ولادة أي طفل وهاي كانت أول خطوات للاكتفاء من التكاثر لكن من جهة ثانية بدت تظهر أزمة جديدة وهي التصحر اللي بدأ ينتشر بالعالم وهذا بسبب استخراج طاقة الحمم واللي كانت تنطل حياة من باطن الأرض لكن النفاذ التتريجي لهاي الطاقة بدت الأرض تموت وطبعا اتجاهلوا هالشي واستمر استخراج طاقة الحمم واستمرت عملية تخليد البشر وبعد سنوات قليلة البشر كلهم أخذوا طاقة وصار دمار الأرض شي من غير الممكن أنه واحد يتجاهله وهنا قدموا منظمة أيب مشروع جديد اسم المستعمرات المستعمرات اللي راح تكون أمل البشرية الأخير وبهالحالة منظمة أيب صارت تملك كل العالم وبنفس السنة اللي بدأوا يبنون بها هاي المستعمرات ظهر أول سلاح من أسلحة الكيوريو وكان صدما للبشرية ما كانوا يعرفون بوجود مثل هاي المخلوقات وحتى تعرفون قوة هذا الكائن البسيط يحتاج أنه يضربوا بأكثر من قنبلة نووية حتى يقضون عليه ومن بعدها بدأ الكيوريو يظهر بالتتابع واللي كان يحاول حماية الأرض من استنزاف طاقة الحمم واللي هي مثل ما قلت الجزء الضعيف المتحول منهم البروفيسور فيرنر قدر يلقي أحد جثث الكيوريو وانبهر بمدى قوته وأنه هو مو مجرد كائن عادي وإنما كائن عضوي ميكانيكي أخذ من الكيوريو الحمض النووي واللي كان يشبه جينات الإنسان وتحديدا للإناث ومن جثة هذا الكائن عينوا فيرنر قائد تطوير سلاح مضاد للكيوريو وفعلا صنع السلاح من جينات جثة الكيوريو وسماه الفرانكس وهنا نعرف أنه الميغا اللي اسمهنا فرانكس هنه مصنوعات من نفس الكيوريو واللي تشغيل الأول يفشل وتسبب بوفاة كارينا لأن ما كانوا يعرفون أنه فرانكس مثل كيوريو لازم يتشغل عن طريق شخصين ذكر وأنثى ومن سخرية القدر هالشي معنى أنه البشر يحتاجون للتكاثر من جديد حتى ينتجون أجيال يقودون مركبات لفرانكس فتم تكوين أطفال لكن مو بطريقة التكاثر العادية وتم تسميتهم بالطفايليات وأنشأوا مستعمرات خاصة رعاهم لحد ما يوصلون للعمر المناسب لقيادة الفرانكس أما الكبار اللي ما يموتون تم تسميتهم بالبالغين وأعضاء منظمة أيب صار اسمهم البابا وصاروا أشخاص مقدسين ومسيطرين على كل شيء لحد ما اكتشفوا مكان أميرة الكيوريو آخر العقلاء الباقين من مجتمعها وقدر فيرنر يلتق بيها وكان لقاء غير ودي أبد لكن قدر فيرنر يحصل على خصلات من شعرها دمجها بحمضه النووي للإنسان وأنتج أول كائن مهجن مستنسخ من الكيوريو والبشر واللي هو زيرو تو من غير زيرو تو ما قدر يصنع غيرها لذلك استنسخ حموضها النووي وصنع منها مجموعة كائنات واللي اسمهم الناين ومن هاي النقطة تبدأ أحداث الأنمي من الحلقة الأولى وهاي هي ترتيب قصة هذا الأنمي السلبي بيها هي بأول خمس حلقات ولي ما قدموا هاي القصة من بدايته فجأة ما نعرف شنون اللي داي يصير لكن تم تغطية القصة بقصة ثانية بدت أحداثها الفعلية من الحلقة السادسة لحد ما عرفنا القصة الأصلية بآخر حلقات الأنمي والشي السلبي الثاني كان في بعض الشخصيات اللي كان وجودهم مجرد حشو فكان الأنمي مركز على وجود الفريق كله لكن ما مركز على تقديم قصصهم بالكامل وهاي من الأشياء السلبية ومن السلبيات همينه أنه ركز على فكرة التكاثر بقوة عدى باقي الأفكار يمكن نعذر كاتب هذا الأنمي أنه بالأساس كان توجه الأنمي كله مرتبط بالخلود وأجيال البشرية وتكاثرهم لكن يبقون الشخصيات هم أطفال ويكونوا عدوا فضول لكل شي حتى لو هم مراهقين لأن بالأساس ما يعرفون أي شي غير المستعمر اللي هم كانوا بيها وهذا يلفت الانتباه للشي مهم وهو الحوار اللي يكون بين الأطفال خلاني أشك هل هم مثلا يعرفون المشاعر؟ لو لا ساعي يقولون جملة وكأنه يعرفون شي معين وبعدها يقولون جملة ثانية تنفي معرفتهم بأي شي ولما اتدمرت كل المستعمرات فجأة صاروا الأطفال يعرفون كل شي عن أنماط الحياة وهم أصلا كانوا ببيئة منعزلة كليا فهذا شلون صار فجأة؟ معناها ما تم الاهتمام بتكوين النص المناسب اللي يقدم عقليات الأطفال وخلفيات تصوراتهم وتطور معرفتهم بقد ما تم الاهتمام بفلسفة الحياة بهذا الأنمي فلسفة الأنمي عميقة تجاه الحياة والحضارة والتطور البشري واللي بينون من خلالها أنه مو أي تقدم بشري معناها الازدهار وأنما مرات يكون كارثة على البشرية وتزيد بدمارهم وأنه فكرة الخلود بحد ذاتها هي فكرة مدمرة رغم عنوانها المحبب للبشر وأنه شلون الأفكار البديلة واللي متعالج أساس الكارثة راح تزيد الطين بله وهذا اللي كان متمثل بإنشاء المستعمرات وتجاهل أساس المشكلة واللي هو استخراج طاقة الحمام ومن الفلسفات اللي يقدمها هذا الأنمي هو لازم يصير أكون نوع من التعاون حتى واحد يتجاوز أي أزمة وأبسط مثال على هذا التعاون هو التعاون اللي يصير بين الذكور والإناث بتشغيل الفرانكس وقيادته حتى يدافعون على البشرية من الانقراض وأي محاولات التشغيل هذا الفرانكس بدون هاي الصيغة راح يكون مصيره الفشل وهذه الفلسفات هي الشيء الإيجابي القوي اللي يدعم هذا الأنمي نهاية الأنمي كانت مميزة بيها جرعة من الأمل ترجع وتنهض من جديد وتزدهر وترجع دورة الحياة مرة ثانية طبيعتها وهذا باعتقادي الشخصي هو نهاية مغلقة لهذا الأنمي وما أتوقع راح يكون أكو جزء ثاني إليه على عكس اللي يتوقعه هواية من الناس وحتى لو يكون أكو جزء ثاني فراح يكون بشخصيات مختلفة يمكن عدا Zero Two و Hero بالنهاية هذا الأنمي استمتعت بمشاهدته وبتعمق بفلسفته على الرغم من وجود السلبيات اللي كانت من الممكن أنه تكون إيجابيات قوية وتقييم الشخص النهائي لهذا الأنمي هو ثمانية من عشرة اكتبوا لي بالتعليقات رأيكم بالمراجعة وبالأنمي واذكروا لي يا أنا من أنميات 2021 تحبون أسوي لكم مراجعة عنه وإذا أعجبكم المقطع لا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس هذا الشي راح يشجعني بالاستمرار ونشر المزيد وانشر المقطع بين أصدقائكم وحبي الأنمي ومنالي حد ما انشر المقطع القادم أتمنى لكم أوقات سعيدة وتحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر